في محافظة بني سويف يتواصل العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر يستهدف المشروع إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بالقرية حيث تم الانتهاء من تنفيذ المركز التكنولوجي والانتهاء من المجمع الزراعي والوحدة البيطرية وجاري إنشاء المركز الطبي ووحدة الإسعاف لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ في محافظة بني سويف عندنا مركزين من إجمالي سبع مراكز بيخدموا تقريبا ما أقرب من مليون مواطن على مستوى 66 قرية على مستوى 12 واحدة محلية بنتكلم تقريبا نحن بنخدم 218 تابع وعزبة وكفر ونجر كل المشروعات اللي تم مقترحة بالنسبة للمحافظة بنتكلم تقريبا فيه 1616 مشروع بنتكلم بنتم الانتهاء تقريبا من 350 مشروع وجاري اللي تم الانتهاء بنسبة 100% من 350 مشروع وجاري العمل دلوقتي على ما أقرب من 560 مشروع ومتبقى حوالي 520 مشروع